السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلاً أولي أجناحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاع أحمده له الحمد كله له الحمد بكل ما خلق وله الحمد بكل ما أمر وله الحمد بكل ما شرع له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه توجعون وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة من النار شهادة تحقق الإخلاص له شهادة يزداد بها القلب يقيناً ويزداد بها الإيمان ويثبت بها اليقين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صفيه وخليل خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة وقت فأثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم نقف عند صورة من صور التضرع صورة من صور تحقيق ما أمر الله تعالى به في قوله أدعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه من آداب الدعاء التي يحصل بها الإجابة أن يرفع العبد يديه في دعائه لربه فرفع اليدين إلى الله في الدعاء هو من أسباب إجابة الدعاء وهذا أدب عام في الدعاء عامة فإن الدعاء حال افتقار الدعاء حال تضرع الدعاء حال إبداء حاجة فلذلك كان في دعاء المسألة من أداب الدعاء أن يرفع الداعي يديه يستجدي ربه هذه الصفة هي صفة استجداء صفة استعطاء صفة استيهاب صفة الفقير الذي يسأل الله أن يعطيه ويمد يديه إلى ربه يسأله أن ينزل عليه من خيره وفضله وبره ما يكون عونا له على بلوغ حاجاته وإدراك آماله والنجاة مما يكره ويرهب إن الداعي يبلغ الغاية في مظنة الإجابة عندما يحقق الغاية في الذل لله عز وجل الغاية في الانكسار له الغاية في الافتقار إليه ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يظهر الضراعة لله عز وجل والانكسار له والافتقار له جل في علاه في قوله وذلك في ألفاظ سؤاله في ألفاظ دعائه وكذلك في ألفاظ ثنائه على ربه ومثله أيضا في حاله وفي استجدائه برفع يديه إلى الله عز وجل جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وغيره من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم هذا خبر عن الله عز وجل وعن صفتين من صفاته حي كريم الحي هو من يستحي أن يرد السائلين من يستحي أن يحجب فضله عن من قصده ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ترجمة هذا في بيان مقتضى هذين الاسمين في بيان مقتضى هذين الاسمين اسم الحي واسم الكريم قال يستحي أن يرفع الرجل إليه يديه ثم يردهما صفرا الله تعالى رب العالمين من جوده وكرمه أنه يستحي أن يسأل العبد ربه أن يتضرع إليه أن يمد يديه إليه سائلا حاجة ثم يردهما صفرا ثم يردهما صفرا أي خاليتين من كل خير ومن كل سؤال من كل نوال من كل عطاء من كل هبات من كل إفضال فلذلك لابد أن ينال كل من رفع يديه إلى ربه خيرا من الله جل وعلا هذا الحديث يبين أن رفع اليدين من أسباب الإجابة ورفع اليدين ليست صورة مجرد عن معنى إنها تشير إلى معنى قلبي وحالي وهو افتقار العبد إلى الله والافتقار إلى الله يكون بالقول كما يكون بالحال ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يعني إلى الله جل وعلا العلي الأعلى هذا معنى يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فهذا الرجل جمع الضراعة بصورها جمع ضراعة الحال أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ثم إضافة إلى هاتين الصورتين من الافتقار إلى الله تكلم بما يوجب العطاء يا رب يا رب يا رب يستجد الله عز وجل ويسأله العطاء هذا لا يخيب هذا السائل على هذا النحو وبهذا القول لا يخيب إلا أن يقوم فيه ما يمنع من إجابة الدعاء ولذلك يستحي الله عز وجل الحيي الكريم أن يرفع الرجل إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في مواطن عديدة من دعائه ولذلك الأصل في الدعاء أن ترفع فيه الأيدي استجداء وضراعة لله عز وجل وإظهار للفاقة والحاجة جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في أدعية كثيرة ذكرها العلماء بلغت أكثر من ثلاثين موطنا كلها تتضمن رفع اليدين في الدعاء ولا فرق في ذلك بين الدعاء المقصود الذي يتهيأ له كدعاء الاستسقاء وبين الدعاء الذي يكون عارضا سأذكر جملة من النماذج وعدد من الأحاديث النبوية التي فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ومنها ما هو ما قصد فيه الدعاء ابتداءا ومنها ما هو دعاء عارض مثال ذلك أن الطفيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا قديما الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله تعالى عنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فامتنع كثير منهم فلم يؤمنوا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت الله ورسوله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليهم هكذا قدم خبرا ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم لأنهم أبوا الإسلام وقد بذل جهده في دعوتهم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استقبل القبلة ورفع يديه قال الناس لما رأوا رسول الله على هذه الحال هلكوا من الذين هلكوا دوس لأن الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلبي ما طلب منه الطفيل وهو أن يدعو على هؤلاء القوم هلكوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم اللهم اهد دوسا وأت بهم فدعا لهم فما كان إلا أن أسلموا الله أكبر ما أعظم رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصدق قول الله تعالى فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فدعا الله عز وجل لهم فآمنوا هذا الحديث هذه الواقعة في الصحيحين وفي المسند تبين أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه في الدعاء العارض وأن يستقبل القبلة فجمع آدبين من آداب الدعاء الأدب الأول رفع اليدين والأدب الثاني استقبل القبلة فكل هذا من موجبات إجابة الدعاء وقد جاء أيضا نظير هذا في قصة أبي عامر حيث إنه أصابه سهم فنزعه أبو موسى الأشعري فقال له أبو عامر أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام مني وقل له يستغفر لي فلما ذهب أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحاله أبي عامر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم استقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا لأبي عامر فقال اللهم اغفر لعبيد اللهم اغفر لعبيد أبي عامر يقول أبو موسى في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة ضراعته يقول حتى رأيت بياضة إبطيه أي لشدة رفعه صلى الله عليه وسلم في الدعاء رأى بياضة إبطيه وكذلك دعاءه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فإنه دعا الله عز وجل لأمته اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أنجز لي ما وعدتني فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفع فيه يديه والشواهد على هذا كما ذكرت كثيرة منها ما هو مقصود ومنها ما هو عارض ويمكن أن نجمل القول في رفع اليدين في الدعاء أن الدعاء على ثلاثة أحوال منهما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيسن رفع اليدين كدعاء الاستسقاء ومنهما ورد أنه لم يرفع يديه كالدعاء في أدبار الصلوات والدعاء في السجود فهنا السنة أن لا يرفع يديه والحال الثالثة ما لم يرد فيه أنه رفع ولا أنه لم يرفع فالأصل فيه أن رفع اليدين سنة لأنه الغالب في أدعية النبي صلى الله وسلم أن يقترن دعاؤه برفع اليدين هذا ما يتصل بما يتعلق برفع اليدين هنا مسألة وهي الدعاء في الخطبة هل يسن للإمام أن يرفع يديه في الخطبة ننظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم فنرى أنه لم يرفع يديه في الخطبة إلا في دعاء الاستسقاء لكنه كان يشير بسبابته صلى الله عليه وسلم فرفع السبابة والإشارة بها في الدعاء ورد في الخطبة أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن طاعته وجميل دعائه وأن يرزقنا الضراعة في القول والعمل والظاهر والباطن إلى أن يلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته